خلونا نشوف بقى صورة وتعليق الحقيقة أنا لما بعض اتفرج على صور وفيديوهات يعني بلاقي كده صورة اقول ايه او فيديو اقول هو ده اللي انا هشارك حضراتكم به كنين طبعا فاكرين السفينة الجانحة ايفر جيفن والحفار الصغير اللي الناس تريدت عليه وبعد كده بقى صورة العام وبقى على اغلفة المجلات كاتب امريكي اسمه رايان بيترسبان عمل قصة للاطفال القصة اللي عملها للاطفال دي مستوحة من السفينة الجانحة والحفار الصغير سماها The Big Sheep and the Little Digger الحقيقة يعني السفينة الكبيرة والحفار الصغير وكاتب تحت اهو انها قصة من قناة السويس الحقيقة الكاتب عمل القصة دي علشان فلوسها لما تتباع يجمعها ويتبرع بيها لمكافحة فيروس كورونا في الهند لان تعارفين الحلل وبقية في الهند صعبة جدا وزي ما انت شايفين الرسمة اللطيفة جدا القصة بيبين فيها للاطفال التفاؤل والامل والقوة والارادة وحاطت الكلمة الاولى في الكتاب اللي هي في تعريف القصة قايل قوة الفعل للشيء الصحيح حتى عندما يبدو نصف العالم يسخر منك يعني الصورة دي بتبين في القصة دي انه قوة فعل الشيء الصحيح حتى لو كل عالم يسخر منك يعني حتى هو بيسخر من الناس اللي صخرت من الحفار وصورة الحفار الحقيقة كتير من اطفال العالم ما عرفوش حاجة عن مصر كتير من اطفال العالم ما عرفوش حاجة عن قناة السويس ما عرفوش حاجة عن قصة ايفر جيفن والحفار زي ما مصر الهامت العالم على مدار احداث كتيرة جدا دلوقتي احنا بنلهم كمان اطفال العالم